موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلي موسيقى نبدأ جولتنا الصحفية مع الوطن ونقرأ أن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة افتطى حديقة سار بمجمع 525 وأكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن حديقة سار تشكل إضافة مهمة على صعيد المرافق الخدمية في المحافظة الشمالية مؤكدا أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار حرص الوزارة على توفير المشاريع الخدمية والترفيهية عبر إنشاء منظومة متكاملة من الحدائق والمتنزهات والأماكن الترفيهية في مختلف مناطق المملكة ترجمة نانسي قنقر ننتقل لصحيفة أخبار الخليج ونطالع منها خبر حضور سعادة السيدة روان بن بتنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب لحفل ختام برنامج فابلاب البحرين وقامت سعادة وزيرة شؤون الشباب بأخذ جولة في المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة والذي تضمن أعمال المشاركين وابتكاراتهم ومشروعاتهم كما قامت الجهات الداعمة بالتكريم الفائزين في البرنامج وأكدت سعادة الوزيرة أن برنامج فابلاب البحرين يمثل سباق للأفكار بين الشباب البحريني ويعتبر إضافة مميزة ضمن الجهود الوطنية لدعم الشباب البحريني قالت صحيفة الوطن أن هيئة البحرين للثقافة والأثار وقعت مذكرة تفاهم مع معهد توكيو الوطني لبحوث الممتلكات الثقافية وجامعة كانزاوة لإنشاء مركز البحرين لأثار الخليج العربي وتراثه الثقافي في المنامة بحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة الرئيس الهيئة وسعادة سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين السيدة أوكاي أساكو والبروفيسور تمودا ماساهيكو نائب المدير العام لمعهد توكيو الوطني موسيقى 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 أجرت صحيفة أخبار الخليج حوارا خاصا مع نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل رئيس مكتب الصلح بقضايا الأسرة والطفل السيد محمد عبدالحكيم بوحجي حول اختصاصات مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل والضوابط والخطوات التي يعمل المكتب من خلالها للحد من الجرائم الواقعة في نطاق الأسرة والجرائم على الطفل من خلال إجراءات الصلح وفقا للقواعد والمعايير المراعية والواردة بالقانون الوطني والسقوك المنظمة المنظمة إليها المملكة المترجم للقناة نشرت صحيفة البلاد كلمة لها بعنوان شباب البحرين الحصن الأقوى نتابع من المؤكد أن اعتزازنا بشباب البحرين من الجنسين نابع من إحساسنا بأن موقعهم والآمال المعلقة عليهم تبث فينا نبضا وأثيرا وتأثيرا مليئا بالتفاؤل والثقة كونهم رجال الحاضر والمستقبل وبنات الوطن فهم الحصن الأقوى في كل الظروف والمرحل المهمة الخطاب الموجه من معالي وزير الداخلية للشباب يأتي توجيها وإرشادا وأملا وطموحا وتعبيرا عن الفخر بمكانة الشباب وأساس هذا المشهد هو محور رؤية صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قيادة التنمية وكما وصفهم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في أحل لقاءاته الشبابية هم القاطرة التي تقود حركة التنمية في المملكة وسط الاهتمام المباشر من قبل صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومن وحي التوجيهات المهمة من معالي وزير الداخلية التي صبت في مسؤوليتنا جميعا للذود عن الوطن والتصدي لكل فكرة دخيلة تستهدف أمننا واستقرارنا في هذه الحقبة الحساسة للغاية استمعنا وقرأنا وناقشنا ووجدنا في شبابنا إيمانا حقيقيا بأنهم يدركون أنهم الحصن الأقوى أما رسالتهم لنا فهي وفق قناعتهم وجب وطني لكي يبرهنوا للجميع أنهم أقوى حصن ودرع يصد الأخطار عن أمن مملكة البحرين أكدت ليمنس هاخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة في مقابلة مع صحيفة ألي الأيام على الشراكة البحرينية الألمانية مشددا على أن بلاده شريك سياسي أساسي للبحرين من حيث العلاقات الدولية والعمل معا تحت مظلة الأمم المتحدة والدفاع المشترك عن النظام الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من صحيفة الأيام نقرأنا المجلس الأعلى للبيئة أعلن عن تدشين الخدمات الإلكترونية للاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة ضمن اتفاقية سايس الدولية ذلك في بوابة الترخيص البيئية وأشار المجلس الأعلى إلى أن الخدمات المتاحة هي استراد الأنواع المهددة بالانقراض وتصديرها ترجمة نانسي قنقر ومن الصفحة الرياضية لصحيفة البلاد نطال أن العداء البحرينية هاجر الخالدي حققت إنجازا لافتاني بفوزها بالميدالي الذهبية في سباق 100 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب السعودية وشاركت هاجر في الدورة ممثلة لفريق العلا حيث أنهت السباق في 11 ثانية وبهذا الفوز تواصل هاجر الخالدي تأكيد تفوقها في المشاركات الخليجية والعربية والدولية لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها الحافل وتعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني ينظم سنويا في المملكة حيث تضم أكثر من 53 رياضة يشارك فيها أكثر من 6000 رياضي اليوم العالمي للمعلم عنوان مقال نشرته صحيفة الوطن للكاتبة الصحفية الدكتورة لول وبدلا ما نتابع احتفل العالم باليوم العالمي للمعلم هذه المهنة التي تأتي على رأس سائر المهن فالمدارس هي المصانع التي تعد لنا خرجين محترفين لشغل باقي الوظائف فالمعلم هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتطويره إن دور المعلم لا يقتصر فقط على نقل المعرفة بل يمتد ليشمل تشكيل القيم والأخلاق لدى الأجيال الناشئة من خلال تفاعله اليومي مع الطلاب كما يسهم المعلم في بناء شخصياتهم وتوجيههم نحو مستقبل مشرق وهو الذي يزرع بذور المعرفة إن تعزيز مكانة المعلم وتقديم المزايا الوظيفية له هي إجراءات تساهم في جذب الكفاءات إلى مهنة التعليم وتحسين جودة التعليم بشكل عام ومن أنجح المشاريع الاستثمارية في العنصر البشري البحريني هو كلية المعلمين حيث تلعب دورا محوريا في إعداد المعلمين وتأهيلهم وتقديم برامج تعليمية متطورة تهدف إلى تزويد المعلمين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات التعليم الحديثة هذا المشروع الوطني أرفض القطاع التعليمي بمعلمين متسلحين بأحدث الخبرات في المجال التربوي معلمين مؤمنين برسالة التعليم فالتعليم ليس وظيفة بل هو رسالة ومقابلة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مؤخرا لأبنائه الطلبة المتفوقين والطواقم التعليمية لهي خير شاهد على ما توليه المملكة وقيادتها من اهتمام ورعاية بالتعليم والمعلمين وجه عدد من طلاب وطالبات مدارس مملكة البحرين عبر صحيفة الأيام رسائل الشكر والتقدير إلى معلميهم ومعلماتهم بمناسبة يوم المعلم العالمي مشتدين بما يقدمونه لهم من جهد كبير في سبيل الارتقاء بمعرفهم ومهاراتهم رتابع لأن تحنون علينا وباتر أبيب لتهدية ورسالة وايد حلوة أحب هواجي لكل معلم ومعلمة فأنتم صناع الأمل والمعرفة بجهودكم تبنى الأجيال ويرسموا المستقبل كل عام وأنتم بخير افتادي شكراً لك أن أنت اللي خلاتني أحب اللغة العربية جداً جداً لأن دائماً أستفيدون عندهم معلومات ويدرسوني وكل يوم اكتشف شيء جيداً إن بناء العقول أصعب من بناء البيوت وقد كنت يا معلمي خير بناء لها المعلمات طل السنة يتعبون عشان لا ويدكسونا فإحنا لازم يوم المعلم يكون يوم نشكك في كل معلماتنا على كل شي يساوون لنا كل عام أنتم بخير معلميني أنا أحبكم مواجد وشكراً من القلب قم للمعلم في التجيلة كاد المعلم أن يكون رسولاً عالمت أشرف أو أجل من الذي يبني وإنشو أنفسه وعقوله سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديت النور المبين سبيلاً لولا المعلم ما أقريت كتاباً يوماً ولا كتب الحروف يراعي بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم شكراً لكم على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة